أشرف وزير السكن والعمران والمدينة سيد محمد طارق بالعريبي يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 على ترأس لقاء وطني لمسير أحياء عدل التابعين لمؤسسة فرع التسيير العقاري اللقاء كان فرصة للتطرق إلى كافة المشاكل التي يعاني منها مسير أحياء عدل وقد استمع السيد الوزير إلى أهم الانشغالات التي يعاني منها المسيرون على أرض الواقع والغاية هو تحسين الخدمة ورفع جودتها وقد أشاد السيد الوزير بالجهود المبذولة من طرف المسيرين القائمين على الأحياء في حين صرح السيد الوزير على أن هناك تقصير واضح من البعض الذي لا يولي أهمية لإتقان عمله مع تأكيده على الحرص على رفع نسبة التحسين المالي في نفس الوقت الذي يوجب نقل مشاكل المواطنين إلى المدير العام لوكانة عدل وإن تطلب الأمر إلى السيد الوزير السيد الوزير أمر بضرورة تواجد مدير المشروع مدة 12 شهرا على مستوى الحي حتى رفع جميع التحفظات في ذات السياق أمر بضرورة تواجد مدير المشروع مدة 12 شهرا على مستوى الحي حتى رفع جميع التحفظات في ذات السياق ولتحسين الخدمة الخاصة بسيانة المصاعد أمر بإبرام اتفاقية تشارك ما بين الشركة المناولة المنجزة للمصاعد وفرع التسيير العقاري جيست إيمو الولائي الاتفاقية مفادها ضرورة متابعة الشركة المناولة للمصاعد لمدة 24 شهرا وهذا تفاديا لأي خلل بها فيما يخص الخزانات المائية فإنه يتوجب تحويلها إلى شركة المياه والتطهير أو الشركة الجزائرية للمياه والتي بدورها ستقوم بتسييرها اشتركوا في القناة